اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال الفترة السابقة وجدنا بيانات غير متكاملة وغير صحيحة بنسبة كبيرة وبالأخص البيانات اللي بتبقى متعلقة بالايميل الشخص للطالب او في بعض الاخر نلاقي تكرار لطلب لنفس الخدمة بعشرات المرات ده قدى الى زيادة عدد الطلبات اللي احنا بيتم تلقيها على الاستبيان ده برضو اللي بيزيد علينا العبء بتاع فخص البيانات ولذلك نرجو من حضراتكم التأكد وتحرد دقة في ملء البيانات المطلوبة في النموذج مع العلم ايضا انه لن يتم الالتفات الى البيانات الغير مجتملة او الغير صحيحة اولا سيتم الضغط على نيكست ونبدأ في ملء البيانات الشخصية اول حاجة هكتب اسمك رباعي باللغة العربية الاول هتأكد ان اللغة بتاعة كتابة الجهاز هي اللغة العربية واكتب اسمي رباعي بعد كده هكتب اسمك رباعي باللغة الانجليزية مع تحرد دقة لان ساعات بنكتب الكبوردة تلاقيه كتب حرف او رمز او اي حاجة خطأ غير اللي انت تقصد فبالتالي ممكن بعد ما تكتب اسمك تبص عليه تشوفه كاتب ايه للتأكيد بعد كده هنختار اسلوب تحديد الهوية الشخصية سواء كان رقم قومي للمصريين مع مراعاة ان الرقم القومي لازم يكون لا يقل عن 14 رقم او جواز صفر لغير المصريين مع مراعاة ان جواز الصفر بيبدأ بيه حرف ثم ارقام يبقى انا هاختار الرقم القومي واكتب الرقم القومي صحيح تمام بس هنا لاحظت حاجة قال لي غلط ليه لان الرقم اللي انا كتبته اقل من 14 فما انا هتأكد ان الرقم مكتوب بشكل صحيح بالفعل تلع كان فيه رقم ناقص كده الرقم بقى تجي بقى بعد كده لجزء الخاص بيه الايميل الشخصي الايميل الشخصي ده لابد ان يكون كامل اقول لكم بعض الحالات اللي بتحدث من بعض الطلاب اقلقيه كتب لي كده في الايميل الشخصي كتب لي كلمة جيميل فقط فبالتالي اكيد يعني مش هنقدر نتواصل معاك وانت كتب لي بس في الايميل كلمة جيميل فبالتالي لازم نكتب ايميلنا ونكتبه كاملة وصحيح بشكل واضح هاجة اقول مثلا هكتب ايميل يا تجربة لحضرتك بس برضو ده هتلاقي ان هو عمل تحته شرط ليه لانه نقص ده برضو من بعض الاشكال اللي بيتم كتابتها يبقى بالتالي لازم اتأكد واشوف الايميل اللي انا كتبه ويكون كتبه بشكل صحيح عشان اضمن سهولة وسرعة الحصول على الخدمة هنيجي بعد كده لي اختيار البرنامج الدراسي المقيد به هاختار البرنامج المقيد سواء كان برنامج الدراسة باللغة العربية بعد كده اختار القيد انتظام او انتساب ثم المجموعة على حسب المجموعة الخاصة بحضرتك وبعد ذلك الفرقة وي مراعاة ان الفرقة الرابعة فيها تخصصات كله على حسب نوع البرنامج بتاعه ممكن برضو اختار برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية واختار برضو المستويات والتخصص او ممكن برضو اختار برنامج تعليم المفتوح سواء كان تعلم مدمج او التعليم المفتوح بنظام القديم او السنوية العامة وكذلك المستويات والتخصصات او ممكن برضو برنامج الدراسات العليا سواء اكاديمي او مهني واختار التخصص بعد كده اضغط على نيكست هاجي هنا لنقطة مهمة جدا وهي الجزء الخاص بي تحديد المشكلة او تحديد الوضع او الخدمة المطلوبة هبدأ اولا هقول لحضرتك حضرتك استلمت الايميل الاكاديمي ولا لا لو حضرتك استلمتو تمام لو ما استلمتوه هتقول لا وهيظهر لك خطوات استلامه اللي هي كانت محورنا في الفيديو الاول اللي هي كيفية استلام وتفعيل الايميل الاكاديمي الخاص بك هافترض ان انت حضرتك استلمت الايميل وبقى عندك دلوقتي عايز تحدد المشكلة اللي بتقابلك ايه بقى هي المشكلة اللي ممكن تقابل حضرتك اولا ممكن ما تكونش عارف تفعل الايميل وده برضو قلناه في الفيديو السابق ازاي تفعل الايميل وبرضو الصورة اللي قدام حضرتك بتوضح كيفية تفعيل الايميل طب تمام النقطة برضو التانية ممكن تكون انت عايز تعمل باسورد جديد عايز تعمل ريست باسورد يبقى بالتالي هتيجي هنا بقى عند النقطة دي هتيجي تكتب الايميل الاكاديمي الخاص بك مع مراعاة وتحرط دقة في كتابة الايميل الاكاديمي الخاص بحضرتك لان في بعض الاحيان نلاقي ناس كتب لنا ايميل الجيميل الشخصي بتاعها هنا يبقى بالتالي نركز في الايميل الاكاديمي اللي حضرتك بتكتبه فعلى سبيل المثال هكتب ايميل اكاديمي مع التأكيد ان الجزء الاخير اللي هو في الايميل اللي بعد قد هو عبارة عن بيانات المؤسسة سواء STD تكملة لحد ال-EG دي بيانات المؤسسة اللي هي كلية التجارة جامعة عين شمس تمام؟ بعد كتابة الايميل اتأكد وابص عليه تاني ان انا كتبه بشكل صحيح لان في حالة كتابة الايميل بشكل خطأ مش هتقدر حضرتك تستعمل كلمة الباسورد الجديدة اللي هي هتبقى بيو اس قات 2020 اللي هيتم تفعيلها بشكل تأكيد عبارة عن رسالة تأكدية على الايميل الشخصي بتاع حضرتك اللي بالتالي لو حضرتك كاتب الايميل الشخصي خطأ احنا مش هنقدر نتواصل مع السيادتك يبقى بالتالي عشان تعمل سيت باسورد صحيح يبقى لازم من حاجتين ايميل شخصي هنقدر نتواصل مع حضرتك عليه يكون مكتوب بشكل صحيح او الايميل الاكاديمي اللي حضرتك كاتبه هنا عشان تعمله رسالة باسورد يكون مكتوب بشكل صحيح ودي كانت المشكلة رقم اتنين اللي ممكن تعبلك طب ايه هي الحالة التالتة الحالة التالتة وهي وجود خطأ في البيانات اللي هو الخطأ الناتج ان الرقم القومي بتاعك بيظهر لك بيانات طالب اخر هتيجي هنا هتختار يوجد خطأ في البيانات ان الرقم القومي بيظهر لك بيانات طالب اخر وهتاخد الجزء ده Ctrl C وتحطه هنا في كوم شرح الخطأ بوضوح إن افترضنا أن أنت عندك مشكلة أخرى غير دول هتدوس أخرى وتوضح المشكلة اللي بتقابل حضرتك تمام؟ بعد ذلك بعمل Submit للستبيان وفي حالة أني ظهر لك الرسالة دي اللي هي مع خالص تحيات وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات كلية التجارة جماعة عين شمس معنى ذلك أن حضرتك قدمت الطلب الخاص بي تلقي خدمة الإيمان الأكاديمي وفي الختام نتمنى لحضرتكم خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمة بإذن الله والسلام عليكم